برضو احمد سعد احمد سعد عامل مبادرة لزيزة قوي لسه طلع طلع تقريبا من ساعتين طلع لنا في فيديو كده لزيز بيقولك انا من الحفلات اللي برا هتبرع بخمسين الف دولار لمصر البلدي علشان ابقى فخور وفرحان ببلدي ده تعقيبا على كلام اه او تعريج على كلام عبدالسند يا ماما لما طلع مقترح وقالك ان المصريين لازم يحولوا اه عشرين في المية من مرتباتهم لمصر وطبعا كان فيه لأ انتقادات واسعة ولأ يعني الناس بصراحة يعني كيلت له في الموضوع دوته لان فعلا برضو الموضوع ده ما يصدرش عن عائل لان اولا انت بتتكلم عن اه احنا عندنا رقم كبير جدا في مصر الرقم ده لو هو وفقا لمخيلته وطبعا في قاعد في قصر عاجي متخيل ان المصريين في الخارج دولة بيجبشوا ويتنزوا وحياتهم مرفهة جدا ما يعرفش ان هم يعني كفرانين طبحانين الكوتا في منهم بالمناسبة غالبية المصريين المغتربين اصلا هتلاقيهم موجودين في الخليج وعارفين وضع الخليج دلوقتي بقى عمل ازاي الناس اصلا بقتنزل قصرها لاني قريدي لايقدرش يكفي مسلا في السعودية بنا حوالك بتقرر من من ثلاثة ونص ولا حاجة مليون الرقم ده اه الناس منزلت قصرها لانه مش قادر يدفع على لانه عارفين ضريبة الراس اللي هي الضريبة السنوية ابن سلمان من ساعة ما ده وهو خاربها وفرض عليهم دوت فالناس مش قادرت تعيش هي وولدها فبينزلوا ولادهم مصري ويعملوا ايه او بيسفروا من تركيا مسلا عشان خاطره هناك المسطور مايش هيقل شوية فيعني بغض النظر عن الموضوع ده واتمش عايزين نتكلم فيه فبقى دي فكرة الدولار رحمد سعد طالع علينا الفنان احمد سعد آآ اللزيز الجميل آآ لابس توب الوطنية وهيتبرع عن مصر بخمسين الف دولار وبيطلب من كل الناس ان هي تتعامل بهذا الشكل الناس اللي هي الفنانين يعني زميله ما بيجبرش حد على حاجة هو طلع قال ان محدش قال لي يعمل ده ولا حد يقول ده لكن هو هيعمل كده تمام كويس هو بس خلينا نهائها بس عند الرقم يعني هي المبادرة كويسة جدا والراجل ده فعلا بيحب البلد بس هو الخمسين الف دولار بتوعك دول كام في المية من آآ من حفلاتك برا عشان نعرفها موسيقى